اشتركوا في القناة وبعض المنابر الإعلامية في تصابق نحو الحصول على معلومات تتعلق بالحالة الثانية بعد تأكيد الحالة الأولى بالمستشفى الجامعي بوجه لشخص قادم من أحفير فانتشر للمكتوب كالنار في الهشيم يزعم أن الحالة الثانية من بركان لسيدة قادمة من إسبانيا فذب الهلاع في وسط الحي المنسوب للسيدة المذكورة لكن بعد يوم واحد يأتي الخبر اليقين من الجهات المسؤولة بزيف الخبر المتداول بعدم إصابة السيدة الموضوعة في الحجر الصحي بمستشفى الدرع بركان بفروس كورونا الخبر زفه لها السيدة المدير الإقليمي وزارة الصحة ببركان بحضور بعض أفراد عائلتها وجيرانها إنما حصل درس للجميع بتوخي الحضر في نشر المعطيات المتعلقة بقضية فيروس كورونا تجنبا لكل ما من شأنه أن يخلق البلبلة في الصفوف المواطنين ويزرع الهلاع في أنفسهم